السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم هناك فيديو جديد طبعا نعملنا فيديوهات سابقة اللي هو البطاطا الحارة على الطريقة اللبنانية اليوم رح نعمل البطاطا حارة بمكونات جدا سهل وبسيطة وطعمها اكثر من رائع طبعا قبل مرثنا بطريقة تعمل البطاطا الحارة بخطوات جدا سهلة وبسيطة بتمنى منكم تفعلوا زر الجرس وتعملوا اشتراك للقناة حتى نقدر انوصل لكم كل فيديو جديد في القناة خليني الارحون شكوين نحذر البطاطا الحارة خطوات طريقة اللبنانية ومكونات بسيطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا هنا في عنا صحن بطاطا قشرناها وقطعناها مكعبات للحارة في عنا تقريبا خمس فصوص ثوم فرمناهم ناعم وفي عنا باقة صغيرة من أوراق الكزبر الطازجة في عنا حبة فلفل حار وفي عنا كاسة زيت زيتون بلدي ورشة ملح ورشة فلفل أسود ورشة كزبرة بودرة ورشة ببركة حلوة ورشة ببركة حارة ورشة كركم وعصير حبة لمون والآن رح نشوف كيف بدنا نحذر البطاطا الحارة اللبنانية خطو خطو وإحنا الآن قلينا البطاطا بالزيت قبل ما نطبقها الآن هنا بنضيف زيت الزتون للمقلي على النار وبنترك الزيت حتى أنه يسخن تماما وبنضيف له على طول اللي هو الثومة وبنقلب الثوم مع زيت الزتون حتى تأخذ لون بني أهم شيء أنه يطلع لون الثوم بني الآن بعد ما أصبح لون الثوم بني بنضيف على طول الفلفل الحار الأخضر وبنقلبه مع الثوم ومباشرة بنضيف البطاطا اللي قلناها اللي قطعناها مكعبات وبنقلبهم مع بعض والآن بنضيف البهارات اللي حكينا عنها اللي رشة ملح ورشة فلفل أسود ورشة كزبرة بودرة ورشة ببركة حلوة وبنضيف أيضا رشة ببركة حارة وبنضيف ملعقة كركم صغيرة والآن بنقلب جميع المكونات مع بعض حتى أنه تتقلب وتتسبك البطاطا مع البهارات بزيت الزيتون الآن إحنا بعد ما قلبنا البطاطا بزيت الزيتون مع البهارات بنضيف أوراق الكزبرة الطازجة وطبعا بعد ما نضيف أوراق الكزبرة الطازجة رح نقلبهم تقليبي خفيفة وهيك بيكون الطبق تبعنا اللي هو بطاطا حارة بمكونات جدا بسيطة وسهلة على الطريقة اللبنانية أصبحت هيك جاهزة آخر شيء بنضيف عصير الليمون وبنقلب البطاطا معه مع جميع البهارات مع الكزبرة وهيك أصبحت البطاطا الحارة جاهزة ونسكبها في طبق التقديم طبعا طريقة جدا بسيطة وسهلة وطعمها أكثر من رائع بنصح الجميع جرب هاي الطريقة ونزين الطبق طبعا بأوراق الكزبرة الطازجة وهيك بيكون طبقنا بطاطا حارة على الطريقة اللبنانية بمكونات جدا سهلة وبسيطة وطعم أكثر من رائع أصبحت جاهزة لا تنسوا عمل اشتراك للقناة وتفعلونا زر الجرس حتى نقدر نوصل لكم كل فيديو جديد في القناة وإلى اللقاء معي أنا الشف عماد أبو صيام في فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة